النهاردة كمان صفقة من العيار الثقيل جوميس بعد السوبر راح قال لهم انا عايز سديق اجولة بأي طريقة تواصلوا مع سيراميكا كيلو باترا انا عايز سديق اجولة بأي طريقة النهاردة تم بيع سديق اجولة لنادي سيراميكا وهولوكوا كلمة بقى لداخل سوري تم بيع سديق اجولة لنادي بيراميدز خلاص قولا واحدا تم بيعه وكده عبد الرحمن مجدي سديق اجولة طرق علاء بكرات سموحة ويوسف اوباما دول اربع صفقات لبيراميدز تم اضافتهم هذا الموسم قولا واحدا الزمالك شايف ان علاقة صاحب نادي سيراميكا بالكابت المحمود الخطيب الحج محمد ابو عين علاقة قواجد وان هو مش هيبيع اي لاعب لنادي الزمالك خالص هم حاولوا في احمد رمضان بكهم حاولوا في احمد ياسر ريان حاولوا في صديق جولة والتلاتة تم رفض تماما باحهم لنادي الزمالك ليه بقى فاكرين ايام كأس الامم الافريقية محمد بسام كان النادي الاهلي عايزه بعد اصابة محمد الشناوي والعلاقة طيبة جدا فجيه كابتن ايمن الرمادي رفض قال لهم انا مش عايزة سيب محمد بسام ده الحرس الاساسي بتاعي وانا محتاجه واحنا بنصارع من اجل البقاء كان في وقت صعب ساعتها سيراميكا فالنادي الاهلي زائل جدا وخد موقف وقال ان هو مش هيتعامل مع سيراميكا لان هما رفضوا يدوه محمد بسام في وقت كان الاهلي بيلعب في مطورة افريقيا وطفر يعني فالنهاية في النهاية ايه اللي حصل في النهاية نادي سيراميكا رأى انه لو ادى العيب لأي لنادي الزمالك كأنه ضد الاهلي اذا كان مرضيت شديك محمد بسام وبالتالي رفض انه يبيع رمضان بيكهم للزمالك رغم محاولات ووحمد رمضان بيكهم نفسه ادايق ومستاء وعايز يروح الزمالك وكان نفسه يروح الزمالك وانتقل الزمالك وفي نفس الوقت صديقه جولة كانوا هيفتحوا الموضوع لكن بيراميز خلص الموضوع خلاص